في هذه الحلقة سيكون الحديث تحت العنوان الثالث من سلسلة العناوين التي قرأتها عليكم حينما بدأ حديثي عن جريمة الطوسيين بحق دين العترة الطاهرة العنوان الثالث تدمير المنظومة التفسيرية وهنا أمور الأمر الأول لا بد أن نعرف من أن حديث الثقلين الذي مر الكلام بخصوصه في الحلقات السابقة حديث الثقلين في وجهه العلمي والعملي بالنسبة لنا الذين نقول إننا شيعة إننا شيعة العترة حديث الثقلين يمثل لنا خلاصة لخارطة المنظومة التفسيرية التي يريدها الله ويريدها رسول الله وتريدها العترة الطاهرة سقيفة بني ساعدة لا تريد هذه المنظومة ولذا سعت بكل إمكاناتها لتدميرها سقيفة بني طوسي وهي الأقذر والألعن والحديث هنا عن سقيفة بني طوسي هي الأخرى كفرت بهذه المنظومة التفسيرية نحن لا نستطيع أن ندرك ديننا من دون هذه المنظومة التفسيرية التي عمادها على عمودين أساسيين الكتاب هذا هو العمود الأول حديث العترة العمود الثاني لا نستطيع أن نفكك بين هذين العمودين في المنظومة التفسيرية أقرب لكم الفكرة بمثال الجيوش هناك قوات برية منها قوات مشات ومنها قوات دروع وهناك قوات جوية القوات الجوية منها ما يحلق في السماء ومنها ما يتابع العمل على الأرض وهناك قوات بحرية منها ما يخوض عباب البحر ومنها ما هو على الأرض ينسق العمل ويتابع مع الذين يخوضون عباب البحر وهناك 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 خصوصا وأن الجيوش تطورت أسلحتها وتنوعت وسائل الدفاع عندها فهناك الحرب الإعلامية التي الحرب النفسية جزء كبير منها وهناك الحرب الألكترونية الكلام طويل الجيوش على اختلاف مكوناتها من دون غرفة القيادة ومن دون مركز العمليات الذي يكون فيه الأرشيف العسكري لتلك الجيوش نقطة الاتصالات صالة اجتماعات القادة وسائل المراقبة والمتابعة مركز الاستطلاعات العسكرية بكل أصنافها إن كانت بشرية أو كانت ألكترونية مكاتب القيادات مركز الحركات وسائل التنسيق مع دوائر المخابرات ومع الأصدقاء في الدول الأخرى مركز القيادة هذه الجيوش حتى إن كانت قوية إذا لم يكن مركز القيادة على تواصل تام معهم لا معنى لتلك الجيوش أحاديث أهل البيت هي تلك الجيوش والقرآن هو غرفة القيادة ولذا فإن أهل محمد قالوا لنا إذا ما شككتم في حديث فعودوا به إلى مركز القيادة لا نستطيع أن نفكك بين مركز القيادة في المنظومة التفسيرية وبين الجيوش على اختلاف ألوانها واختصاصاتها مثلما لا يمكن التفكيك بين مركز القيادة العسكرية وبين الجيوش وإلا فلا معنى للجيوش ولا معنى للقيادة حينئذ إنما يكون المعنى حينما يكون الارتباط وثيقا فيما بين مركز القيادة وبين الجيوش الحال هو هو في المنظومة التفسيرية فمركز القيادة في المنظومة التفسيرية القرآن قرآن علي وآل علي بتفسير علي وآل علي هذا هو مركز القيادة وأما الأحاديث فهي القوات العسكرية على اختلاف اختصاصاتها فمنها ما يرتبط بالجو ومنها ما يرتبط بالبحر ومنها ما يرتبط بالبر وهكذا هي أحاديث أهل البيت على اختلاف موضوعاتها وتخصصاتها وعلى اختلاف فنون المعارف والثقافة فيها مركز القيادة قرآنها 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 إنني أتحدث عن قرآن علي وآل علي بقراءة علي وآل علي أتحدث عن القراءة التي هي أساس التفسير في ثقافة العترة الطاهرة هكذا تتشكل المنظومة التفسيرية التفاصيل ستأتينا هذا الأمر الأول لا بد من الالتفات إليه وحديث الثقلين حديث الثقلين في الجهة التي ترتبط بنا نحن الذين نقول إننا شيعة العترة حديث الثقلين يقودنا إلى هذه المنظومة لأن حديث الثقلين خارطة لتلك المنظومة التفسيرية الأمر الثاني هناك رزيتان هناك رزيتان رزية الخميس الأولى والتي حدثت في المدينة في السنة الحادية بعد العاشرة من الهجرة في الأيام الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة من حيات رسول الله صلى الله عليه وآله تلك هي رزية الخميس الأولى إنها الرزية العمرية رزية الخميس العمرية أما رزية الخميس الثانية فهي التي حدثت سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف وأسس الحوزة النجفية اللعينة هنا كانت الرزية الثانية رزية الخميس الثانية هي رزية طوسية وهي ألعن بكثير من الرزية الأولى آثارها واضحة في حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف فبين لنا إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا؟ لأن الرزية الثانية ألعن لأن السقيفة الثانية ألعن السقيفة الأولى بمستوى جيش يزيد السقيفة الثانية ألعن من جيش يزيد هناك سقيفتان سقيفة بن ساعد التي في أجوائها وفي مقدماتها كانت كانت رزية الخميس الأولى إنها رزية الخميس العمرية أما السقيفة الثانية سقيفة بن طوسي فجاء في مقدماتها وفي نتائجها جاء ما جاء من الرزايا والبلايا إنها رزية الخميس الثانية رزية الخميس الطوسية المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية وقعت بين رزيتين بين الرزية العمرية وبين الرزية الطوسية هذا عليكم أن تتذكروه مثل ما قال أمير المؤمنين في قواعد المنطق العلوي ماذا قال لنا وشرحت هذا فيما تقدم من الحلقات وأعدته كرارا ومرارا لن 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 إنها لن للنفي التأبيدي لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه هذه القاعدة العلوية الواضحة يجب على الذين يقولون نحن شيعة علويون نحن شيعة علي يجب عليهم أن يطرز هذه القاعدة على جباههم على قلوبهم على عقولهم أن يطرزوها على أعينهم على خدودهم على صدورهم وأن يعملوا بها وإلا فليس هناك لا من هداية ولا من رشد أمير المؤمنين هو الذي يقول لنا لن لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه وبالتشخيص وبالتفصيل وبالأسماء وهذا هو الذي أتبناه في برامجي فأنا أنطلق من هذه القاعدة الأساسية في المنطق العلوي لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي تركه فلا بد أن نشخص الرزيتين لني أتحدث عن رزية الخميس الأولى إنها الرزية العمرية وعن رزية الخميس الثانية إنها الرزية الطوسية نذهب إلى فاصل قلت لكم هناك ثلاثة أمور تقدم الحديث في الأمر الأول والثاني أما الأمر الثالث لا بد أن نعرف ولو بنحو الإجمال المنظومة التفسيرية في خطوطها العام عاماً حتى ندرك عظم الجريمة التي ارتكبت بحق دين العترة الطاهرة وبحق وصية النبي بالثقلين لذلك فإنني سأستعرض لكم الخطوط الإجمالية العامة الأجواء العامة للمنظومة التفسيرية البداية من بيعة الغدير هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير سأقرأ عليكم مذكراً ببعضها لأنكم تسمعون هذه الكلمات دائماً من خلال شاشة القمر أقرأ عليكم من إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس إنه رضي الدين ابن طاوس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الطبعة الأولى المصححة ألف وتسعمية وستة وتسعين ميلادي صفحة سبعمية وسبعة وستين مما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم هذه مواثيق بيعة الغدير وأعلموا أن الله قد نصبه لكم ولياً وإماماً مفترض الطاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي وعلى الحر والمملوك وعلى الكبير والصغير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد فهو علي أمير المؤمنين فهو ماض حكمه جائز قوله نافذ أمره ملعون من خالفه مرحوم من صدقه معاشر الناس معاشر الناس هذا الكلام ليس خاصاً ليوم الغدير أو للذين كانوا يستمعون لخطبة رسول الله في وقتها هذه الكلمات مفروضة علي وعليكم في كل ثانية من ثواني حياتنا هذه الكلمات مفروضة علينا مع كل نفس من أنفاسنا مع كل دفقة دم في شراييننا وأوردتنا مع كل طرفة عين مع كل لحظة من اللحظات معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي وهو علي هذا كلام رسول الله ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي إلى أن يقول صلى الله عليه وآله ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله إنما أكمل الله لكم دينكم بولايته وإمامته إلى أن يقول صلى الله عليه وآله إني قد بيّنت لكم وفهمتكم ماذا بيّنت لنا يا رسول الله وماذا فهمتنا إني قد بيّنت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعد هذه الجملة تكفينا هذا علي يفهمكم بعد إني قد بيّنت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعد المنظومة التفسيرية تبدأ من هنا البوابة من هنا معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وفهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة ضمن هذه المنظومة بحسب مواثيق هذه البيعة فوالله رسول الله هو الذي يقول لست أنا رسول الله هو الذي يقول فوالله فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي علي أهواك حتى في حشاشة مهجتي يا أمير المؤمنين أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار 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 تشب على هواك وتلذع يا من له يا من له يا من له يا من له في أرض قلبي منزل يا من له يا من له في أرض قلبي منزل نعمل مراد الرحب والمستربع هذا علي يفهمكم بعد الصحيفة السجادية مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الصحيفة السجادية هي برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون لكن الشيعة ذهبوا في اتجاه آخر مثل ما قال إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة أكثر علماء الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أعود أعود إلى الصحيفة السجادية هذه الصحيفة السجادية الجامعة إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في أدعية الصحيفة السجادية الكاملة إنها الصحيفة التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده ما خطه لنا من دعاء نقرأه عند ختم القرآن الدعاء طويل أذهب إلى موطن الحاجة من العبائر التي ترتبط بالمنظومة التفسيرية التي أحدثكم عنها هكذا يقول دعاء ختم القرآن اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا التنزيل الإجمالي هو هذا البناء اللفظي إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون مثل ما جاء في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا هو النزول الإجمالي لأن تبيان كل شيء في القرآن ليس في هذا الإطار الإجمالي وإنما في أعماقي هذا الإطار الإجمالي هذا الإطار الإجمالي بمثابة فهرسة للحقائق الإطار الإجمالي في ألفاظه العربية المحدودة بسور محدودة وآيات محدودة وكلمات محدودة هذه فهرسة فهرسة للمطالب العميقة التي تشير عنوين الفهرسة هذه إليها وإلا فليس منطقيا أن القرآن بصورته اللفظية التي بيننا ما بين الدفتين يكون تبيان كل شيء في ألفاظه المحدودة التي نعرفها هذه الألفاظ بمثابة مفاتيح بالضبط كيبورد لوحة المفاتيح لوحة المفاتيح البرنامج والأسرار عند الذي بايعناه في بيعة الغدير على أن لا نأخذ التفسير إلا منه هناك البرنامج وهناك الأجهزة وهناك المنظومة التفسيرية بقضها وقضيضها اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا وألهمته علم عجائبه مكملا فعلم عجائبه أين في هذه الألفاظ هذه الألفاظ مفاتيح لأن الألفاظ هذه محدودة محدودة إنها مفاتيح لا يحسن استعمالها إلا هم إلا محمد وآل محمد الذين يقولون من أن القرآن بحدود ألفاظه العربية وبحدود بلاغته الأدبية الظاهرة هؤلاء لا يفقهون شيئا من القرآن هؤلاء يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الذين يصدقون كلامهم هذا هذا وجه من وجوه القرآن التي لا تعد ولا تحصى الوجه اللفظي العربي الأدبي البلاغي وجه من الوجوه اللهم إنك أنزلته أنزلت القرآن على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا وألهمته علم عجائبه مكملا وورثتنا نحن نحن الشيعة نحن الذين كان يفترض بنا أن نؤسس مجتمعا منشودا يمهد لصاحب العمر ويلتزم بالمنظومة التفسيرية لا أن يذهب وراء أولئك الذين أسسوا لنا الرزية أطوسية وورثتنا 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 علمه مفسرا مفسرا من قبله لاحظوا الكلمات دقيقة جدا وورثتنا وورثتنا علمه مفسرا مفسرا وفضلتنا على من جهل علمه وورثتنا 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 لترفعنا فوق من لم يطق حملة اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة هناك من يشرح هذه العبارات وكأنها تتحدث عن العترة الطاهرة هذه العبارات لا تتحدث عن العترة الطاهرة تتحدث عن شيعة العترة الطاهرة سيأتي الحديث عن العترة الطاهرة هؤلاء أغبياء الذين يفهمون العبائرة من أنها تشير إلى العترة الطاهرة اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا وألهمته علم عجائبه مكملا انتهى الكلام عن محمد وآل محمد وبدأ الكلام عن شيعتهم وورثتنا علمه مفسرا فسروه لنا وفضلتنا على من جهل علمه وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حملة اللهم فكما جعلت قلوبنا له للقرآن حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله فصل على محمد الخطيب به خطابة النبي في قرآنه أصل خطابته في قرآنه فالقرآن هو مركز خطابة النبي أما أحاديثه هي الجيوش التي تزدحم حول مركز القرار فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له هؤلاء هم خزان حقائق القرآن هنا جاء الحديث عن العترة اللهم فكما جعلتنا نحن الذين نقول إننا شيعة إذا كنا إذا كنا قد أسسنا المجتمع المنشود لكننا ما فعلنا هذا ذهبنا جرياً وراء أولئك السفلة الذين جاءونا برزية الخميس الثانية ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء عن المراجع أطوسيين السفلة فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه هذا الزيغ الذي تحدث عنه القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نحن الشيعة علينا أن نتمسك بالراسخين في علم القرآن بالراسخين في علم الله كله فعلم القرآن جزء من علم الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم راسخون في علم الله كله وليس في علم القرآن فقط وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أما نحن شعتهم نحن الذين نقول آمنا به كل من عند ربنا مر هذا الكلام علينا في معنى هذه الآية وإعرابها بحسب قراءة العترة الطاهرة حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله إمامنا السجاد يتحدث عن حبل القرآن ما المراد من حبل القرآن إنه الحبل الذي تحدث عنه القرآن وهذا الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد في الدعاء هنا اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله الآية الثالثة بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة حينما نخاطبهم ومن اعتصم بكم سادتي آل محمد ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله نقرأ في غيبة النعماني إنها رواية جميلة هذه طبعة أنوار الهدى إنها الطبعة الأولى قم المقدسة النعماني متوفى سنة 360 للهجرة من علمائنا القدماء ومن أجلتهم في صفحة التاسعة والأربعين من غيبة النعماني الرواية عن إمامنا السجاد إنه الحديث الثاني الذي يبدأ في الصفحة الثامنة والأربعين أقرأ من الصفحة التاسعة والأربعين بسند النعماني عن محمد بن الحسين الأنصاري عن أبيه عن جده قال قال علي بن الحسين إمامنا السجاد صلوات الله عليه كان رسول الله ذات يوم جالساً ومعه أصحابه في المسجد فقال يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة يسأل عما يعنيه عبارة جميلة يسأل عما يعنيه لأن المسلم لا يسأل عما لا يعنيه والنبي يريد أن يقول لنا بأن الذي يعنيكم إنه يريد أن يقول لنا إن الأولوية الأولى في قائمة أولوياتكم هي هذه هذا الرجل عنده قائمة أولويات نظمها بدقة عالية إلى هذا يشير رسول الله يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة يسأل عما يعنيه فطلع رجل طويل يشبه برجال مضر قبيلة مضر في الأعم الأغلب رجالها من طوال القامة فطلع رجل طويل يشبه برجال مضر فتقدم فسلم على رسول الله وجلس فقال يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول فيما أنزل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما هذا الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام به وأن لا نتفرق عنه سؤال مهم جدا ومثل ما قال رسول الله فإن الرجل يسأل عما يعنيه هذه أولوية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فما هذا الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام به وأن لا نتفرق عنه ما هو هذا الحبل هل هي الوحدة الإسلامية التي يضحكون بها علينا هل هو التقريب بين المذاهب إنه تخريب وما هو بتقريب إنه تخريب وما هو بتقريب أي تقريب فيما بين المذاهب مسخرة مسخرة يضحكون بها على الشيحة السنة ليسوا مقتنعين بهذا الهراء هذا هراء شيعي طفسي قذر واعتصموا بحبل الله ما هو حبل الله هذا فأطرق رسول الله مليا لماذا فعل رسول الله هكذا إنه يريد أن يلفت أنظار أصحابه من أن الأمر يستحق الترقب والانتظار ماذا سيجيب رسول الله فأطرق فأطرق رسول الله مليا ثم رفع رأسه وأشار بيده إلى من أشار وأشار بيده وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب وقال هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم به في دنياه ولم 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 يضل به في آخرته هذا هو حبل الله أين هذا من منطق هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بدعاة التقريب وحينما يتحدثون عن التقريب في أول كلام يتحدثون يفترون على الله يأتون بهذه الآية يفترون على الله هؤلاء هم أبناء الرزيتين أبناء الرزية العمرية وأبناء الرزية الطوسية الذين قالوا عندنا كتاب الله وهو حسبنا فدمروا فدمروا المنظومة التفسيرية فرقوا ما بين مركز القيادة وما بين الجيوش إنها خيانة خيانة عظمى في أي دولة من دول العالم الآن في حالة الحرب إذا كانت هناك جهة تحاول أن تقطع التواصل فيما بين القيادة وبين الجيوش يحكم عليها بالخيانة العظمى خيانة عظمى هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم به في دنياه ولم يضل به في آخرته فوثب الرجل هذا الرجل الذي من أهل الجنة والذي يسأل عما يعنيه فوثب الرجل إلى علي فاحتضنه من وراء ظهره أي وقف وراء الإمام واحتضنه بذراعه لف ذراعه حول صدر الإمام فوثب الرجل إلى علي فاحتضنه من وراء ظهره وهو يقول اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله ثم قام فولى وخرج فقام رجل من الناس من الصحابة فقال يا رسول الله ألحقه فأسأله أن يستغفر لي إنه من أهل الجنة فقام رجل من الناس من الصحابة فقال يا رسول الله ألحقه فأسأله أن يستغفر لي لأنه رجل من أهل الجنة وكان يسأل عما يعنيه لا يعبأ بفضول القول ولا بسفاهة الفعل إنه يسأل يسأل عما يعنيه فقال رسول الله إذن تجده موفقا قال فلحقه الرجل فسأله أن يستغفر الله له فقال له هذا الذي هو من أهل الجنة قال لهذا الذي قد لحقه طالبا منه أن يستغفر له فقال له أفهمت ما قال لي رسول الله وما قلت له قال نعم قال فإن كنت متمسكا بذلك الحابل يغفر الله لك وإلا فلا يغفر الله لك لحاجة أن تسألني أن أستغفر الله لك تمسك بالحبل تمسك بحبل القرآن هذا في غيبة النعماني في الجزء الثاني من تفسير البرهان وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية للسيد هاشم البحراني المتوفى سنة ألف مية وسبعة للهجرة على ما هو مشهور وهناك من يقول بأنه توفي سنة ألف مية وتسعة للهجرة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة السادسة والثمانين إنه الحديث الخامس نقله عن كتاب خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي بسنده بسنده الشريف الرضي عن عيسى الضرير عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الكاظم يحدثنا عن خطبة خطبها رسول الله في مرضه فقبل أن يخرج إلى الصلاة إلى مسجده كي يخطب في المسلمين قال رسول الله ادعوا لي عمي يعني العباس فدعي له فحمله وعلي حتى أخرجه فالنبي خرج بين علي والعباس خرج إلى المسجد فقال رسول الله ادعوا لي عمي يعني العباس فدعي له فحمله حمله العباس وعلي حتى أخرجه فصلى بالناس وإنه لقاعد لشدة المرض فصلى بالناس وإنه لقاعد ثم حمل فوضع على المنبر بعد ذلك فاجتمع لذلك جميع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار حتى برزت العواتق من خدورها العواتق شابات النساء حتى برزت العواتق من خدورها فبين باك وصائح ومسترجع مسترجع يكرر قول إنا لله وإنا إليه راجعون فبين باك وصائح ومسترجع وواجم الواجم هو الساكت الساكت على خوف على ريبة على هم والنبي يخطب ساعة ويسكت ساعة المراد من الساعة هنا جزء من الوقت وليس الحديث عن ستين دقيقة تقسيم الساعة إلى ستين دقيقة هذا تقسيم فلكي والحديث هنا حديث عرفي إنها الساعة العرفية والنبي يخطب ساعة ويسكت ساعة لأن المرض قد ألم به بسبب ما سقي من سم القوم قد قتلوه والنبي يخطب ساعة ويسكت ساعة وكان فيما ذكر من خطبته أن قال يا معاشر المهاجرين والأنصار ومن حضر في يوم هذا وساعة هذه من الإنس والجن كلام النبي يشعرنا من أن قوما من الجن كانوا حضارا لأن خبر مرض النبي وحصل إليهم ومن ومن حضر في يوم هذا وساعة هذه من الإنس والجن ليبلغ هذا أمر من النبي هذا فعل مضارع معلام الأمر أشد في الأمرية من صيغة فعل الأمر افعل ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا وإني قد خلفت فيكم كتاب الله فيه النور والهدى والبيان لما فرض الله تبارك وتعالى من شيء حجة الله عليكم وحجتي وحجة ولي هو يتحدث عن القرآن صلى الله عليه وآله وهذا هو معنى أن القرآن مركز القرار وخلفت فيكم وخلفت فيكم العلم الأكبر الأكبر إنه الأكبر بالقياس إلى القرآن لا مثل ما حرفوا حديث الثقلين فقالوا عن القرآن من أنه الثقل الأكبر الحديث هنا واضح العلم الأكبر علي وهو الثقل الأكبر وخلفت فيكم العلم الأكبر علم الدين ونور الهدى وضياءه وهو علي بن أبي طالد وهو حبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أيها الناس هذا علي من أحبه وتولاه اليوم وبعد اليوم فقد أوفى بما عاهد عليه الله ومن عاداه وأبغضه اليوم وبعد اليوم جاء يوم القيامة أصم وأعمى لا حجة له عند الله هذا هو حبل القرآن الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد في دعاء ختم القرآن الذي يريد مننا أن نقرأه ونحن في مجتمع شيعي يمهد لمشروع إمام زماننا اللهم صلي على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله بحبل القرآن ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله أين هو معقل القرآن إنهم الراسخون في العلم هؤلاء هم معقل القرآن ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوء صباحه أعتقد أن الحديث تحفظونه حسين حسين مصباح هدى وسفينة نجات هكذا زين الله عرشه العظيم زين الله عرشه العظيم بهذه العبارة حسين حسين مصباح هدى وسفينة نجات اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله ممن يعتصم بعلي وآل علي ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله كلام دقيق المتشابهات في القرآن إذا لم إذا لم نلجأ إلى معقل القرآن فإننا سنحول القرآن بسبب جهلنا إلى كتاب ضلالة فإذا أردنا الهداية فعلينا أن نتوجه إلى معقل القرآن وهنا يتضح الفارق الكبير بين القرآن الذي فيه آيات محكمة وآيات متشابهة وبين حقيقة المعصوم إنها الحقيقة المحكمة في جميع اتجاهاتها اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه علينا أن نسكن في ظل جناح أئمتنا في فناء إمام زماننا هل قرأتم هذا الدعاء وهل فهمتم الدعاء بهذا الفهم هكذا يريد أئمتنا منا أن نفهم قرآننا وأن نفهم أدعيتنا وأن نفهم حديثنا لا كما علمتكم سقيفة الضلال سقيفة الطوسيين الأنجاس ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوع صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره الإسفار الوقت الذي ينكشف فيه الظلام حينما يكون وقت طلوع الشمس قد بات وشيكا هذا هو وقت الإسفار ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره ويستصبح بمصباحه في الظلام الاستصباح بالمصباح يكون في الظلام ولا يلتمس الهدى في غيره هكذا يجب أن تكون علاقتنا بأئمتنا هكذا يجب أن تكون معرفتنا للمنظومة التفسيرية القرآن مركز قرار والأحاديث جيوش مضمون القرآن مأخوذ من علي بحسب بيعة الغدير هذا هو مركز القرار ومركز القيادة قرآن علوي بتفسير علوي وأعتقد أن الدعاء الشريف يحدثنا بوضوح عن هذا المضمون أعيد قراءة الجمل عليكم تدبروا فيها اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله بعلي ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله إلى الباقر والصادق ويسكن في ظل جناحه إنه إمام زماننا ويهتدي بضوء صباحه حسين حسين مصباح الهدى ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره هذه أوقات اليوم المختلفة والحالات النفسية عند الإنسان مختلفة والفتن مختلفة والبلايا والامتحانات في الدنيا مختلفة لكننا في كل حال من أحوالنا نحتاج إمام زماننا فمرة نحتاجه وهو يشرق ضوءا في صباح حياتنا ومرة نحن في مرحلة الإسفار وضوء الإسفار من آثار لطفه وفيضه صلوات الله عليه وتارة نستصبح بمصباحه حينما يخيم الظلام إنها كؤوس الحكمة المهدوية التي يقدمها إمام زماننا إلى أوليائه مثل ما يحدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره ويستصبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره هذه الفصاحة وهذه البلاغة التي أصحابها يدركون فصاحة القرآن وبلاغته لا أولئك الضلال الذين لا يحسنون أن يقرأوا صلاتهم بشكل صحيح إنني أتحدث عن مراجعنا العظام عن نواب الشيطان عن أبطال رزية الخميس الثانية ويستمر دعاء الصحيفة السجادية اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك فصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرام وسلما نعرج فيه إلى محل السلام وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيام وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة المقامة الخلوت وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة إلى آخر الدعاء الشريف منطق واحد منطق واحد أحاديث النبي مع ميثاق بيعة الغدير مع دعاء ختم القرآن الذي نظمه لنا إمامنا السجاد صلوات الله عليه في الصحيفة السجادية بناء متكامل صفوف يرص بعضها بعضا نظام واتساق يظهر جليا لكل منصف متدبر في هذه الحقائق نذهب إلى فاصل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الخامسة بعد العاشرة بعد المئة في الخطبة العاشرة بعد المئة يوجهنا أمير المؤمنين هذا التوجيه فيقول وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُوا الْحَدِيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هناك هناك من قواعد القراءة والتجويد ما هو ضروري لكن الذي يحدث على أرض الواقع هناك مبالغة في هذا الموضوع على أي حال أمير المؤمنين يوجهنا أن نتعلم مضمون القرآن حينما تأتينا الأحاديث وتخبرنا عن حملة القرآن فإن حملة القرآن ما هم الذين يتعلمون المقامات ولهم الذين يتعلمون قواعد التجويد حملة القرآن أولئك الذين يتعلمون حقائق القرآن ليس وفقا لمناهج التفسير عند سقيفة بني ساعدة أو عند سقيفة بني طوسي وإنما عند العترة الطاهرة بحسب حديث الثقلين الذي مر علينا الكلام بخصوصه في الحلقات الماضية وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقه فيه تعمقه التفقه أعمق من التعلم وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقه فيه فإنه ربيع القلوب التعلم ماذا جاء معه جاء معه أحسن الحديث الفكر وتفقه فيه فإنه ربيع القلوب أعماق القرآن تذهب إلى أعماق الروح ولذا جاء التعبير بربيع القلوب وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث أحسن الحديث أحسن الفكر أحسن المنطق أحسن الثقافة أحسن الحكمة هذا ما نتعلمه من القرآن ولكننا إذا ذهبنا بعيدا في أغواره تفقهنا حينئذ سيكون الحديث حديث القلوب حديث الأرواح وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقه فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسن تلاوته إحسن التلاوة بفهم مضمون التلاوة لا بطريقة التلاوة نحن مطالبون أن نقرأ قراءة جميلة وأن نقرأ قراءة منضبطة بقواعد القراءة مطالبون بهذه القراءة مطالبون بهذه التلاوة ولكن الإحسان في التلاوة ليس في الإحسان بقدر ما نلتزم بقواعد القراءة الإحسان في التلاوة هو أن نكون قد تحققنا من مضاميني ومعاني ما نتلوه من القرآن هذا هو إحسان التلاوة وهذا ما هو كلامي أنني أحدثكم بمنطق العترة الطاهرة لا أجد مجالا أن أرد لكم النصوص والمصادر إنني ألخص لكم المطالب بقدر ما أستطيع وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقه فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور وأحسن تلاوته فإنه أنفع القصص أمير المؤمنين هكذا يصف لنا هذا القرآن الذي يريد منا أن نتعلمه لازلت أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف يقول سيد الأوصياء وإن القرآن ظاهره أنيق كل الأناقة وكل الجمال في أدب القرآن وفصاحته وبلاغته في طلاوة بيانه وحلاوة أسلوبه هذه هي الأناقة التي يتحدث عنها سيد الأوصياء وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ذلك هو ربيع القلوب وإن القرآن ظاهره أنيق هذا هو أحسن الحديث وباطنه عميق هذا هو ربيع القلوب لا تفنى عجائبه وكيف تفنى لا تفنى عجائبه لا تفنى عجائبه التي في أعماقه وليست في ألفاظه الظاهرة الألفاظ الظاهرة محدودة والأعماق العميقة ما هي بمحدودة لماذا؟ لأنها ترتبط بمضمون المعصوم الذي لا نهاية لحدوده لأنه وجه الله لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به هذا هو القرآن الذي نحن بايعنا على أن نتمسك به بشرط بشرط أن يكون التفسير من عليين من عليين من عليين من عليين من عليين فقط وفقط وفقط وإن القرآن ظاهره أنيق من من الناس يستطيع أن يخبرنا عن القرآن بهذه الحقائق علي هو الذي يخبرنا لأننا لأجل هذا بايعنا بايعنا في الغدير لا لعنة الله على السقيفتين التي نقضت بيعة الغدير كل واحدة بحسبها وإن القرآن من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لم يتنكب الفتن ولا تكشف الظلمات إلا به وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه أحميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به هذه الحقائق هل أستطيع لوحدي أن أصل إليها مستحيل هذا مستحيل عودوا إلى تفاسير السقيفتين إنها سفاهات 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 قارنوا بين المضامين القرآنية التي أحدثكم عنها وبين المضامين القرآنية الموجودة في تفاسير السقيفتين عودوا إلى نفس الموضوعات وقارنوا بينما أحدثكم عنه وبينما هو موجود في تفاسير السقيفتين على حد سواء واختاروا أي تفسير وقارنوا الفخر ليس لي الفخر لبيعة الغدير لأنني تمسكت بها وتمسكت ببرنامجها وأصبحت تلميذا على حاشية الحاشية فاستطعت أن أنال شيئا من حقائق قرآنهم منهم صلوات الله عليه ودائما أقول ما كان من حسن في هذه البرامج فهو منهم وما كان من قبح فهو مني وهذا شأني وذلك شأنه فما كان من حسن فهو من آثارهم وهذا هو شأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائب ولا تنقضي غرائب ولا تكشف الظلمات إلا به ويقول سيد الأوصية الذي بايعناه في الغدير أن نأخذ القرآن منه في صفحة التاسعة والعشرين بعد المئة من كلامه المرقم بالرقم الخامس والعشرين بعد المئة هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين خط مستور كيبورد فهرسة رموز حقائق القرآن عند المعصوم مدعتون إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون في الخزانة الحافظة فمثل ما أنزل الله الذكرى ما أنزله وتركه هكذا أوجد له حافظة أوجد له خزانة فالقرآن شيء نفيس إنه أحد الثقلين والثقل شيء نفيس رسول الله ترك لنا هذه التركة إنه ما تركها هكذا في الخلاء تركها في الخزانة الإلهية الخاصة بها وأية خزانة أحفظوا وأحرصوا وأعظموا وأغلى من قلب علي هذه خزانة الله هنا يحفظ القرآن إننا نحن نزلنا الذكرى على قلب محمد وإنا له لحافظون في قلب عليه هنا أنزل القرآن وهنا حفظ القرآن وهذا هو حديث الثقلين ففقه ففقه وتركوا هراء وخراء السقيفتين هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان إنه يتحدث عن المصحف الكتاب الناطق علي يتحدث عن الكتاب الصامت المصحف هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان من هو هذا الترجمان هل مثلما يقول أتباع السقيفتين عن ابن عباس من أنه ترجمان القرآن الطوسيون يقولون هذا أيضا في كتبهم على منابره ابن عباس ترجمان القرآن من ابن عباس هذا حتى لو كان له ما كان من الشرف والمنزل من هو ابن عباس ترجمان القرآن هو هذا علي هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال الرجال علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وماذا نقرأ أيضا في نهج البلاغة الشريف في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المئة وفي الخطبة الثامنة والخمسين بعد المئة أيضا ذلك القرآن فاستنطقوه ولين ينطق ولن هنا للنفي التأبيدي لن ينطق القرآن ولكن أخبركم عنه أنا الذي أخبركم علي والذي يخبرنا ألا إن فيه علم ما يأتي هذا بعض شأن القرآن ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم هذا شيء مما في القرآن وأنا أمير المؤمنين يقول وأنا الذي أخبركم عنه ذلك القرآن فاستنطقوه ولين ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حدثنا عن مستويين في القرآن المستوى الأول منازل القرآن وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية فأين تذهبون أمير المؤمنين يخاطبنا إنها الصفحة الثامنة والسبعون من الخطبة السابعة والثمانين فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عطرة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن أحسن الحديث هو الذي يشخص لنا أحسن منازل القرآن لكننا إذا أردنا أن نذهب إلى الأعمق فإن أمير المؤمنين حدثنا عن المستوى الثاني من خطبته الرابعة والخمسين بعد المئة في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة يتحدث عن العترة الطاهرة الحديث هنا عن علي وآل علي فيقول نحن الشعار نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارق ويستمر في حديثه عن العترة الطاهرة فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا فليصدق رائد أهله وليحضر عقله وليكن من أبناء الآخرة هذا هو الذي يجب أن يكون الشيعي العلوي عليه فليصدق رائد أهله وليحضر عقله وليكن من أبناء الآخرة الكلمات بحاجة إلى شرح لكنني أريد أن أقف عند هذا العنوان فيهم كرائم القرآن أمير المؤمنين حدثنا في الخطبة المتقدمة عن منازل القرآن وأنه يجب علينا أن ننزل العترة في أحسن منازل القرآن كرائم القرآن أخص من منازل القرآن هذه الحقائق لن نستطيع أن نصل إليها من دون أن نكون أوفياء ببيعة الغدير ولبيعة الغدير وأن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط صلوات الله عليها فهناك منازل القرآن وهناك كرائم القرآن نذهب إلى فاصل بيّن لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هناك منازل القرآن وهناك كرائم القرآن إذا وجهنا أنظارنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية السابعة بعد البسملة من السورة فإن الأجواء هنا تخبرنا عن منازل القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تأويل القرآن إرجاعه إلى أوليته لا كما يقول أصحاب العمائم الحمير أصحاب العمائم الحمير حينما يحدثونكم عن التأويل يقولون لكم من أن التفسير شيء ومن أن التأويل شيء آخر التفسير هو التأويل والتأويل هو التفسير أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لي بسفاهاتي وتفاهاتي وتفاهاتي سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بقذاراتي ونجاساتي سقيفة بني طوسي التفسير هو التأويل والتأويل هو التفسير يقولون لكم من أن التفسير هو المعنى الأساسي في الآية وهو المعنى المطلوب أولا أما التأويل فهو معنى ثانوي أخبياء هؤلاء كلمة تأويل يعني أننا نعود إلى أول الشيء أوله عاد به إلى أوليته التأويل في لغة العرب هو أن نعود إلى أصل الشيء فتأويل القرآن تفسيره وتفسير القرآن تأويله إذا كان التأويل معنى ثانويا فهل هذا شيء مهم حتى يكون مختصا بالله والراسخين في العلم فقط ماذا الهراء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التأويل حقائق القرآن إرجاع القرآن إلى المعنى الأول له هذا هو المراد من التأويل أما التفسير فقد فقد يطلق على ما يبين للناس مداراتا فيصبح ما يقال له التفسير بهذا المضمون يصبح معنى ثانويا لا قيمة له القيمة الحقيقية في مضامين القرآن هي في التأويل ولذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل التأويل خاصا به وبالراسخين في العلم أما هؤلاء الخطباء الحمير بشكل عام من الخطباء أو من أساتذة الحوزة الحمير الذين يقولون من أن التأويل يكون معنا ثانويا على الحاشية هذا جاءونا به من قذارات السقيفة بني ساعدة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم حقائق القرآن هنا إذا ما وجهنا أنظارنا إلى أجواء هذه الآية فإن الآية تتحدث عن منازل القرآن لأن منازل القرآن هي أصول القرآن هي أسس القرآن وهي بوابة تأويله الحديث هنا عن منازل القرآن أما في سورة الواقعة فإن الحديث عن كرائم القرآن ولذا جاء الوصف بأنه كريم في الآية السابعة والسبعين بعد البسملة وما بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هنا الأجواء أجواء كرائم القرآن قلت لكم في بداية الحلقة من أنني سأحدثكم عن المنظومة التفسيرية بنحو إجمالي لأنني إذا أردت أن أخوض في التفاصيل سأكون بحاجة إلى العديد من الحلقات إذا وجدت مناسبة أخرى سأعود إلى هذا الموضوع وإنني قد تحدثت عن هذه التفاصيل في برامج السابقة عبر السنوات الماضية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون هنا أجواء كرائم القرآن وهنا في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هنا أجواء منازل القرآن ومنازل القرآن منازلهم وأحسن منازل القرآن منازلهم وكرائم القرآن كرائمهم وكرائم كرائم القرآن كرائمهم فهذا القرآن منهم وإليهم هذا القرآن قرآنهم وهذه الآيات آياتهم وهذه المنازل منازلهم وهذه الكرائم كرائمهم لا يشاركهم في ذلك أحد القرآن شريكهم قطعا في جهة من الجهات ولذا في زيارات صاحب الأمر حينما نسلم على إمامنا صاحب الزمان السلام عليك يا صاحب الزمان ماذا نقول له يا شريك القرآن القرآن شريكه وهو شريك القرآن ولكن بالمعنى الذي بينته لكم حينما شرحت لكم حديث الثقلين من أن النظر إلى جهة ما إلى حيثية ما وإلا فلا مقايسة في المنزلة بين الكتاب الصامت والكتاب الناطق فهذه المنازل منازلهم وتلك الكرائم كرائمهم صلوات الله عليهم ظواهرها لهم وبواطنها لهم ولذا نحن في زياراتهم نخاطبهم بأننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم والقرآن له ظاهر وله باطن ظواهر القرآن لهم وبواطن القرآن فيهم ماذا نقرأ في سورة الروم في الآية السادسة بعد البسملة والتي بعدها جاء في الآية السادسة ولكن أكثر الناس لا يعلمون فماذا يعلمون إذا كان أكثر الناس لا يعلمون فماذا يعلمون الآية التي بعدها تقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هذه الآخرة في الأفق الواضح من الآية إنها آخرة في الدنيا إنه المعنى الباطن للدنيا وليس بالآخرة الآخرة بقرينة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهم لا يعلمون باطن الحياة الدنيا فهذا التكوين له ظاهر وله باطن والتدوين أيضا الكتاب الصامت له ظاهر وله باطن هناك توافق ما بين التكوين والتشريع وهذه القضية من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة وحدثتكم عنها كثيرا في برامج المختلفة يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع فقد فصلت فيه كثيرا ما بين الآيات والروايات والأحاديث الشريفة فهذا غاية علمهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إذن أين الباطن وهم عن الآخرة هم غافلون هم غافلون عن حقيقة هذه الدنيا عن باطنها نحن لا نستطيع أن نتصور ظاهرا من دون باطن ولا نستطيع أن نتصور باطنا من دون ظاهر الباطن سعته بسعة الظاهر لكن عمقه عميق جدا ومر علينا قبل قليل في نهج البلاغة الشريف أمير المؤمنين يقول عن القرآن من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا نستطيع أن نتصور ظاهرا من دون باطن مثل ما في التكوين كل جزء يكون ظاهرا مننا له باطن وهكذا في كل الأشياء وكل جزء يكون باطنا مننا ومن سائر الأشياء يكون له ظاهر فلا يمكن أن يكون ظاهر من دون باطن ولا يمكن أن يكون باطن من دون ظاهر إنما الاختلاف ليست في الاتساع الاختلاف في العمق في المراقي في الدرجات والمراتب يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صار واضحا فإن القرآن فيه المنازل وفيه الكرائم وفيه الظاهر وفيه الباطن هذه الآفاق القرآنية بيانها مثل ما جاء في سورة النحل والتي أخبرتنا في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء إنه تبيان للمنازل والكرائم إنه تبيان للظواهر والبواطن إنه تبيان للتكوين والتشريع إنه تبيان للحق والباطل هذا هو القرآن الذي بين أيدينا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء لكننا لا نستطيع أن نصل إلى هذا التبيان لذا فإن الذي يبينه هو هذا الذي ذكر في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل وأنه تبيانا لكل شيء من سورة النحل وفي الرابعة والستين بعد البسملة من سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبيانا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وبنحو عملي في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ماذا يفعلوا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم هذا هو الذي يقوم به رسول الله وقام به ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله نقرأ في سورة الرحمن بعد البسملة في الآية الأولى وما بعدها الرحمن علم القرآن ولكن القرآن يحتاج إلى بيان خلق الإنسان علمه البيان هذا التواصل ما بين التكوين والتشريع الرحمن إنه رحمن التكوين والتشريع إنه رحمن عالم الغيب والشهادة إنه رحمن الدنيا والآخرة إنه الرحمن بكل شيء الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان في تأويلهم لقرآنهم الإنسان هنا علي إنه الكتاب الناطق هذا هو الكتاب الصامت الرحمن علم القرآن علم الكتاب الصامت خلق الإنسان هذا المفسر خلق الإنسان علمه البيان إنه بيان القرآن ومرت علينا الآيات قبل قليل في أن الذي يبين القرآن محمد صلى الله عليه وآله محمد وآل محمد إنهم الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم في سورة القيامة في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا على محمد وآل محمد ما أنا الذي أقول أحاديثهم التفسيرية هي التي تقول قلت لكم لا أجد وقتا كي أورد لكم الأحاديث والمصادر هذا ما هو كلامي هذه أحاديثهم في تأويل قرآنهم في تفسير قرآنهم إن علينا على محمد وآل محمد إن علينا جمعه وقرآنه علينا هذه بالضبط كعلينا هذه التي في سورة الغاشية في سورة الغاشية في الآية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين بعد البسملة إن إلينا إيابه إلينا إلى محمد وآل محمد مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابه الضمير هنا يعود على محمد وآل محمده إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابهم وهكذا نقول في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم فعلينا هنا هي هي التي جاءت بنفس المضمون في سورة الغاشية إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نحن الذين نجمع القرآن وقد جمعه علي وجاء للأمة به الأمة رفضت رفضت قرآن علي إن علينا جمعه وقرآنه وأراد علي أن يعلمهم قراءته رفضوا قراءة علي خالفوا علي في كل شيء فإذا قرأناه إذا قرأناه بقراءتنا متى عند ظهور إمام زماننا أئمتنا أمرون أن نقرأ بقراءة المخالفين في القراءة فقط في التفسير فإننا نقرأ بقراءتهم كي نفهم المعاني لأن القراءة حروف وأصوات حقائق القرآن في مضمونه ولذا في التفسير فإننا نقرأ بقراءتهم فإذا قرأناه متى سيأتيكم من يعلمكم أمير المؤمنين يقول لشيعة العراق كأني بأبناء العجم على أبواب مسجدكم هذا يشير إلى مسجد الكوفة يضربون فساطيطهم هنا على أبواب مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل بالقراءة المهدوية العصيلة إن علينا جمعه وقرآن جمعوه لهم لكنهم رفضوا قرأوه لهم لكنهم رفضوا حتى القراءة الأقرب من قراءة آل محمد لا وجود لها الآن إنها قراءة أبي أقرب قراءة إلى قراءة آل محمد قراءة أبي عمر أجبر أبيا أن يأتيه بمصحفه وأحرقه وهو أصح مصاحف الصحابة أحرقه وحاصروا أبيا بعد ذلك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه إذا قرأناه بالقراءة المحمدية الأصيلة إنها قراءة إمام زماننا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بيان القرآن علينا منظومة تفسيرية متكاملة متكاملة جدا نذهب إلى فاصل في السادسة والستين بعد البسملة من سورة المؤمنون قد كانت آياتي تتلى عليكم رفضوا قرآن علي الذي جمعه لهم هذه الخزانة القرآنية أشرق منها قرآن مجموع بين الدفتين وجاء به إلى هذه الأمة إلى هذه الأمة التعيسة ويل الله فأعرضوا عن قرآنه وأعرضوا عن قراءته الصحيحة ونحن نقرأ بقراءة حفصن الكذاب هم يقولون عنه من أنه كذاب لست أنا الذي أقول هذه القراءة التي نقرأ بها قراءة حفصن الكذاب هم يصفونه بهذا أو أننا نقرأ بقراءة الكسائي الذي كان يدمن الخمرة ويدمن اللواط رضوان الله تعالى عليه كان خمارا من الدرجة الأولى خميرا وكان لواطا من الدرجة الأولى واللواط في آخر أمره يصبح مأبونا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ألحى في وطع الأدبار في آخر الأمر سيوطأ دبره وهذا كان مدمنا فصرنا نقرأ بهذه القراءات ماذا نصنع ماذا نصنع صرنا نقرأ بهذه القراءات بالضبط مثل ما هو الحال في الحوزة الطوسية وين ما كواها الصقر يصيرنا مرجعه تعال قدسة أعود إلى سورة المؤمنون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أنتم الذين تهجرون وليس رسول الله هو الذي يهجر أنتم الذين تهجرون يا عيتها الأمة التي كل دينها هذيان أنت الأمة التي تهجر محمد الأعظم منطقه منطق الله لا يمكن أن نتصور الهذيان في فناء قريب من فناء محمد الهذيان هذيان هذه الأمة والقذر قذر هذه الأمة قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولي أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون هذا هو واقع الأمة في زمن الرزية الأولى وهذا هو واقع الشيعة في زمن الرزية الثانية ولا زلنا نعيش في هذا الواقع تدبروا في هذه الآيات في الآية السادسة والستين بعد البسملة من سورة المؤمنون وما بعدها فالقرآن قرآن محمد وآل محمد والتفسير تفسيره وظيفتنا بعد أن نتعلم قرآنه وبعد أن نتعلم تفسيره أن نتدبر في قرآنهم وفقا لما تعلمناه من قرآنه وما حفظناه من تفسيره حينئذ نستطيع أن نتدبر في قرآنه والآيات تتحدث عن واقع الأمة التي لا تتدبر في هذا القرآن لأنها أمة الجهل والتحريف والتخريف والهذيان قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون هذا الكلام ينطبق على الصحابة وينطبق علينا نحن في أيامنا هذه قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ها أنتم تسمعون الحقائق الواضحة من هذه الشاشة ها هي الآيات تتلى عليكم وتبين حقائقها وفقا لمنهج العترة الطاهرة قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون لقد قالوا بأنه يهذي إن الرجل لا يهجر قالها عمر أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وظيفتنا أن نتدبر في قرآن محمد وآل محمد ضمن المنظومة التفسيرية بعد أن نتعلم القرآن منهم وبعد أن نأخذ التفسير منهم مثل ما بايعنا في بيعة الغدير في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا لماذا يا رسول الله ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب هذا إذا كانت هناك ألباب حكاية طريفة يقال أن عاقلا كان يجالس مجنونا ثم بعد ذلك هذا العاقل أخرج زجاجة خمر وعرض كأساً من الخمر على المجنون فماذا قال له المجنون قال يا رجل أنت تشرب من هذا حتى تصبح مثلي أنا إذا شربت منه لا أجد أحداً أصبح مثله فدعني من خمرك فاشرب أنت الخمر حتى تصبح مثلي ودعني على حالي لأنني لا أجد أحداً حتى أكون مثله حال الأمة هو هذا حال الأمة لقد شربت شربت خمر ضلالها ولا زالت تشرب خمر ضلالها إلى هذه اللحظة وهي سادرة في غيها سادرة مستمرة متواصلة في سيرها الخاطئ هي سادرة في غيها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب كما قلت لكم هذا إذا كان هناك ألباب في سورة محمد صلى الله عليه وآله يأتي هذا التعريض البلاغي الواضح أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قلوب مقفلة القلوب التي غدرت ببيعة الغدير في السقيفتين القلوب التي وضعت منهجا لتفسير القرآن بعيدا عن حديث الثقلين القلوب التي ما أنزلت آل محمد في أحسن منازل القرآن ولا عرفت مضامين كرائم القرآن حتى تهتدي إليهم لأن الذي لا يعرف أمر محمد وآل محمد من القرآن لم يتنكب الفتن تلك هي القلوب المقفلة والتي يأتي التعريض بها في هذه الآية إنها الآية الرابعة والعشرون بعد البسملة من سورة محمد صلى الله عليه وآله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذه الأقفال تحتاج إلى مفاتيح أين المفتاح يا زرارة يا زرارة أدركنا أدركنا يا زرارة إنني أخاطب زرارة ابن أعين يا زرارة أدركنا أدركنا أين المفاتيح مفاتيح هذه الأقفال يحدثنا الكلين في الجزء الأول وفي الجزء الثاني أيضا من الكاف الشريف يحدثنا الكلين بسنده عن زرارة هذا الذي أستغيث به يحدثنا عن زرارة الذي هو يحدثنا بدوره عن أبي جعفر الباقر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هنا المفاتيح وهنا الأبواب وهنا الكل وكل الكل هنا علي وآل عليا هنا فسارعوا فسارعوا أن تحجزوا مقعدا لكم في سفينة النجاة الآمنة عجلوا 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 وسارعوا سارعوا إلى سفينة النجاة الآمنة إلى هنا إلى حيث تفتح الأقفال إلى هنا إلى حيث تزال الحجب إلى هنا إلى حيث تكسر الأغلال إلى هنا إلى حيث تشرق شمس الحقيقة في القلوب إنها القلوب التي تعانق عليا وتعشق عليا ولا تعرف إلا عليا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها نذهب إلى الثانية والثمانين بعد البسملة من سورة النساء أفلا يحتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا الاختلاف الذي يقع فيه الناس من عندهم وليس من الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الحل هنا إنه الرجوع إلى أولي الأمر إلى الذين ذكروا في التاسعة والخمسين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم هنا لا أقول مربط الفرس والتعبير صحيح إذا قلت هنا مربط العقول هنا مربط عقولنا هنا هنا مربط القلوب هنا مربط الدين إذا كان هناك من دين هنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذه صورة إجمالية للمنظومة التفسيرية التي دمرت دمرت السقيفة الأولى دمرتها بحسبها والسقيفة الثانية دمرتها بحسبها وحديثي في هذه الحلقات عن السقيفة اللعينة الثانية إنني أحدثكم هنا عن جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة لكنني لا أستطيع أن لا أذكر السقيفة الأولى للترابط الوثيق فيما بين السقيفتين اللعينتين مع أن السقيفة الثانية أعني سقيفة بني طوسي هي الأنجس والأقذر والأوسخ والأضل والأجهل والأسفه والأحقر والأكفر والأقبح والأنكر وقولوا ما شئتم أن تقولوا إنها السقيفة مراجع النجفي وكربلاء الطوسيين ألا لعنة الله على سقيفة بني طوسي